مسلسل ملاك رحمة أحداث الحلقة الثالثة بتبدأ برحمة قاعدة طبعاً كلاعادة بتسجل وبتقول للكاميرا إن هي بأول مرة تحط مكياج بالشكل ده وإنها مش بتعودها تحط للمكياج الأوفر ده وتخرج به للناس لإنها عندها كلام الناس أصعب كثير من الموت وبتدخل صرية وبتشوفها بالمنظر ده وبتبدل تضحك عليها وتقولها روحي ضحكي قوية شوية شكلك يضحك جداً بالمكياج اللي انت حاطة ده كأنك بهلوان ولا مهرب فبتتدايق جداً طبعاً وبتكتم غزها في نفسها وده كان الفيديو اللي بتفرج عليه المحقق عادل وكانت معاه هي وطبعاً كل الأحداث اللي بتحصل ده في لاشباك لكن هي موجودة حالياً وبتحقق معها مع المحقق عادل فعلاً أما بالنسبة لابتسام راحت طبعاً قسم الخضار علشان تقابل علي وطبعاً كانت محرجة جداً لما شافت واحدة معدية عملت نفسها إنها بتشتري لمون وبيجي علي وصاحبه يوسف وبيقول له داريني وخليك معايا يعني أنا حقف مع واحدة وإنت تروح توقف مع التانية ولما تحسها جايالي تيجي تنبهني وبيروح بالفعل يوقف مع التسام ويقعد يقول لها كلام حب ويدحك عليها لكن يوسف بيقول له تعالا بسرعة تعالا بسرعة منالة مستنياك هناك بس طبعاً لما بتسأله التسام في إيه بيقول لها أبداً ده بس هو صفي في سيارته وحيروح بس يزبطها عشان المرور ما يشلهاش في قسم الشوكولاتات بيتكلم معاها وبيقول لها بحبك فالطبعاً كان فيه ولا صغير سمع كلامهم وفضل يزع على أمه ويقول تعال يا ماما الحقي الرجل ده بيقول كلام وحش وبتيجي الأم بتقول فين ده فبتحاول طبعاً منال تخلي فهد أو عاددة يمشي وتقول مفيش حد ولما قلت لها انت مع مين يا بنتي قلت لها أنا معايا أمي في قسم أجبان وجاية بنرجع لنواف وأمه نعيبة بيعامل أمه بيطاليا وحشة جداً وبيقول لها أنا مش هسيبك تعالي في المستشفى رادت وقالت له يعني تحن قلبك علي خلاص قال مش مشي هنا غير لعلى موتي وانا حفظة لقعدة في المستشفى وبيتخنقوا فبتدخل رحمة وبتلاقي الخناءة دي فالوالد طبعاً بيقول قفه وبيمشي فبتتدايق الأم وبتقول لها شوفي بيقول لي قف بعد كل ده بعد كل التربية لربتهاله وحمل فيسة تسع شهور وبتتدايق جداً رحمة بتاخدها علشان خطر تعمل أشعة وبتبقى بيديق ألها جداً أما علي بيوسف فكانوا بيتكلموا مع بعض وبيقولوا أنت كنت هتوديلي في داهية البنات خارجين من الجماعية مع بعض وفرحانين أن هما كل واحد فيهم وشافوا الحبيب بتاعهم وبييجي يوسف علشان يوصل ابتسام مناء على طلب علي وطبعاً هو التاني راح يوصل منال أما بالنسبة الرحمة فبتدخل غرفة أربعة يا طرح هتعمل إيه؟ بنرجع بعد كده لبسمة كانت قاعدة بتعمل فطاير علشان طبعاً خطبها شهام وكانت فرحانة جداً وبتيجي فوزية وكالعادة بتتطافس على الأكل وبتقول لهم أنا عايزة أكل معاكم وبتقول لها يلا خلاص الفطاير دي علشان نعمل مكبوس لحم أما بالنسبة لفهدة أو علي فكان بيوصل مناء وعمل طبعاً بيقولها كلام حلو كالعادة ويوسف كان بيوصل ابتسام وبيسألها بتقري لنزار قباني قالت له أيها طبعاً بس أنا مستقروا أن أنت تقرأ يعني فضل أنت الطريق عليه وزابت ومشيت أما بالنسبة الرحمة فبتقول لشهاب أن نواف ابن نعيمة مش عايز يخرج بالمستشفى تعالى شوف حل معاك والموردة التانية بتقول نفس الكلام نواف قاعد هنا ومش عايز يمشي فطبعاً شهاب بيقول الرواد ده يعني أنا كنت حتخانق معاه وحضربه ودايقني جداً فطبعاً رحمة عمالها بتفكر أنها تقتله علشان طبعاً ضيق شهاب أما بالنسبة لفه ده أو عالي ده مع مانال وابن الجيران بيشوفهم وبيضربهم من نرجع بعد كده لبسمة اللي قاعدة بتاكل فطاير هي وفوزية وقال أنا جداً علشان الفطاير دي أصلاً كانت عاملها للشهاب وخايفة فوزية تخلص عليها أما مانال بتقول لإخواتها تعالوا بسرعة خفيصل صاحبكو بيتخانق برا مع واحد كان ماشي ورايا نعيمة بيتحايل عليها الشهاب تدخل عشان خاطر تقنع ابنها وتشوفه لكن بتقول أنا مش عايزة أشوفه خالص ولما بتدخل بتتفاجئ إن هو ميت على الأرض وفيه دم على الأرض بيتم التحقيق مع الممرضة اللي بتقول إنها ما تعرفش حاجة غير إن رحمة اللي كانت معاها وهي اللي دخلتها الأوضة أما بالنسبة لعلي بعد الخناءة بيقول لي يوسف خدني أبات عندك قال له مش حينفع أغدك وانت مضرب كده أبويا حيقول لي عليك إيه بيوصله وبيمشي لكن الظهر من ده أصلا مش بيت يوسف لأنه وصله في مكان وراح عند الباب وراح ماشي على طول أما من نسبة لنعيمة اللي أقرت واعترفت إن هي اللي قتلت ابنها نواف وطبعا إن حقك ما كانش مصدقها وفيضل يزألها بعض الأسئلة نعيمة مصرة إنها اللي قتلت ابنها وإنه كان عاصي جداً لها وما كانش بيبر بيها وما كانش بيسمع كلامها ورميها في المستشفى وأخد شاقتها وكان بيعملها معاملة وحشة وإنها ارتحت منه كان نفسه يموت من زمان أصلاً وبتقول إن هي دخلت عليه لقيت ويا على الأرض وفعلاً تعالته بالمشرة بتاع الممرضة وحطته في الحمام ولما لقت الدم متصرب من الحمام مساحته ومصرة على الأقوال دي لكن لما بيسألها عن رحمة قالت إن هي بعتتها تجيب لها ميا وإنها فعلاً اللي قتلته ولما بيجيب رحمة وبيحقق معها بتقول أظن نعيمة أعترفت مش كل جريمة قتل تحصل في المستشفى تجيبني بيقول لها مش ملاحظة إن أي جريمة قتل بتحصل بتبينك موجودة في المكان قالت له والله اللي أنا عندي قلته وأظن اللي عملت الجريمة أنا أعترفت لكن بيقول لها نوة مش مسادة وهي بتقول هي أعترفت أنا هعمل إيه قال لها طب افتكري حاجة قالت مش فكرة بتروح لنعيمة بتقولها ليا عملت كده قرت لها عشان قتلته يعني قتلها لا أنت ما قتلتوش أنت ما قتلتهوش أنا اللي قتلته أنا اللي كنت بستخبية ورا ستارة أنا اللي دخلت علشان أتكلم معاها ساعتها علشان يبري بيكي ويعملك معاملة أحسن من كده ويبقي حنين معاكي لكنه قال لي أدبو علي وقال لي لما تبقى لك أم تبقى من معاك كده أنا أمي موريانة الويل على المساشفيات وأنا مش بيستحمل وساعتها ضربني بالألم وأنا ملاقتش يعني نفسي وأنا باخد المشرك وبغرزه في رقابته ومات ولما أتي دخلت عشقات تشوفيه كنت أنا بستخبية ورا السطار لكن أنت مشوفتنيش بس ليه عملت كده ليه بتدري علي قتلها خروجي برا أنا اللي قتلته بركيش دعوة أنت يخدوها برا وطبعا بتبقى ندمانة جدا وبتقولي أول مرة حسي بالندى من اللي عملته نعيمة معايا إن هي تشير الجريمة عني وكانت خايفة جدا بالنسبة لبسمة اللي بتتكلم مع شهابي اللي اتأخر عليها جدا وكانت بتعمله الفطاير مخصوص وبردت لكن بيقول لها فاكرة صحابتك العبيط لما جيت بتلك حابة فطاير المستشفى وفضلت لكلمك وكانت فاكرة كلام لها وعمال بقول لك مفيش كلمة شكرا لكن كانت فاكرة كلام لها واضح إن رحمة مريضة نفسية وبتحب شهابي شهابي أصلا مش بيحبها وبتتخيله في كل الأماكن اللي بتبقى موجودة فيها وكمان بتعمل الجرام دي باسمه إن هي بتعمله عشان تخلص من الناس اللي بيديقوه بالله إيه بعد كده بسمة بتقوله حرام عليك انت بتعمل فيها كده ليه قال لها غيرانة قالت له لأ بس يعمل المهم بتقول لي انت إيه لأخرك وجاي متأخر وجاي من الدوام متأخر قال لها أصلا حصلت حاجة غريبة وانا سيت أقولها لك وبيبدأ يحكي وبيقول إنه هو كان معدي من عنده غرفة أربعة وسمع صوت رحمة معنى هواف بيتخنقه وعمال بيقول لها انت لو أمك ماشي بتكوح ممكن ديش هتقولي كده وراح زقيحة وبتقوله ما زوقنيش وبعد كده بيفتح البقوضة وبيدخل وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ملاك رحمة يارب ملخص بتائجون أعجبكم متنسونيش في اللايك اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس علشان ينصلكوا كل جديد أشوفكم على خير مايبعد